انطلقت فعليات ملتقى الملهمون الذي ينظمها الملتقى الاعلامي العربي في دورته الثالثة تحت شعار شغف الحياة وتضمن الملتقى استعراض تجارب ناجحة في مجالات مختلفة للعديد من الشخصيات المشاركة من خلال استلهام قصص النجاح الملهمة التي عايشوها وصرح الأمين العام للملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس أن ملتقى الملهمون هو تجارب حياتية في جميع التخصصات وأن اختيار المشاركين تم بعناية لمن لديهم تجارب هم سعد جدا اليوم بالمشاركة في هذا الملتقى اللي اسم على مسمى ملهمون الحقيقة القائمين على هذا الملتقى هم بحدناتهم ملهمين والمواضيع التي تطرقنا لها اليوم في هذه الجلسة مع الزميل العزيز جمال فياض من لبنان هي مواضيع مخزون خبراتي نقلناه بطريقة أو بأخرى للمتواجدين في القاعة الحضور الجميل الرائع الكبير اللي كان موجود المختلف الأعمار كانت موجودة ما أسعدني وأفلك صدري هو بالفعل تعددية الأعمار اللي موجودة من ثنوية عامة إلى أصحاب خبرات موجودين والكل كان مستمع وشغوف بمعرفة ما يقال والاستماع له طبعا تحدثنا عن تجاربنا وليست كل تجاربنا هي تجارب ناجحة وليس كل التجارب الناجحة هي ملهمة وإنما التجارب حيضا حتى التجارب الفاشلة هي تجارب ملهمة من لم يتعلم من تجارب الفاشلة لن يتعلم أبدا أنا بوجهة نظري أن أقوى التجارب اللي ممكن تجعلك ناجح هي التجارب الفاشلة لأنها تحطك على أول الطريق وبوضوح جدا لذلك سعيد 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 جدا أن يقام مثل هذه الفعاليات على أرض الكويت شكرا لملتقى الإعلام العربي شكرا للأخ ماضي الخميس لوجوده ولكل القائمين على هذا الملتقى انطلقت فعاليات ملتقى الملهمون في دورتها الثالثة مصاحب لجائزة كويت الإبداع في هذا الملتقى حرصنا أن يكون هناك عدد من المشاركين كمتحدثين من أصحاب الخبرات ومن الشخصيات التي لها باع طويل في كل مجال من المجالات يعني في مجال الإعلام وفي الطب وفي مجال وسائل التواصل الاجتماعي وفي الفن وفي كافة المجالات هي ملتقى الملهمون هو جلسات كل فترة نعقدها جلسات يوم واحد جلسات جميلة الناس تتقرب إلى بعض الشخصيات للاستفادة من تجاربها طبعا هذه أنشطة الملتقى الإعلام العربية التي نعقدها سنويا وإن شاء الله حاليا نحن نحضر للملتقى الإعلام العربي في دورة التاسعة عشر بعد رمضان بيكون في أوائل شهر مايو القادم بإذن الله وهناك نعدكم بالعديد من الندوات والمحاضرات والمشاركين المختلفين اليوم أنشطة الملتقى الإعلام العربي الذي تأسسه من 21 سنة يعني من 2003 أصبحت كثيرة ومتعددة ومتنوعة سواء داخل أو خارج الكويت نحرص في أغلبها على أن نحن نقدم كل ما هو مفيد وكل ما هو منوع وكل ما هو جيد أشكر الإعلام الكويتي أشكر قناة ATV على هذه الاستضافة وعلى متابعتهم الدائمة واهتمامهم دائما بتغطية أنشطتنا وفعالياتنا